أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنقصصها للوحدة الدراسية الرابعة من برنامج مادة الجغرافية للسنة الثانية بكالورية أداب وعلوم إنسانية برسم موسم الدراسي 2023-2024 وذلك استعداداً للمتحال الوطني الموحد لهذه السنة إذن بنسبة الوحدة الدراسية الرابعة فعنوانها دول جنوب شرق أسيا قطب اقتصادي في تطور متصاعد أو قطب اقتصادي صاعد طبعاً المقصود هنا بدول جنوب شرق أسيا تحديداً يعني تكتل اقتصادي ينتمي إلى دول الجنوب وهو تكتل أسيا أي رابطة دول جنوب شرق أسيا إذن تمكنت طبعاً هذه الدول من تحقيق قفزة اقتصادية اعتماداً على إمكانياتها الذاتية إذن أسيا هذه الرابطة الاقتصادية أو هذا التكتل الاقتصادي تأسس في منتصف سبعينيات من القرن الماضي ويضم حالياً حوالي يعني عشر دول تنتمي كلها إلى منطقة جنوب شرق أسيا وستطاعت يعني تحقيق كما قلنا إقلاعاً اقتصادياً هاماً في ظرف زمني وجيز إذن على هذا الأساس يمكننا أن نطرح الإشكال الأتي أولاً سنتساءل عن مظاهر النمو الاقتصادي للدول الرابطة والعوان المفسرة لهذا النمو ثم حصيلته إذن من نسبة المحور الأول مظاهر النمو الاقتصادي للأسيان والعوان المفسرة له إذن قبل ذلك لابد أن نعرف بالرابطة إذن فأسيان هي يعني تعرف اختصاراً بهذا الإسم ولكن الإسم الرسمي فهو رابطة دول جنوب شرق أسيا وهي منظمة تنتمي لمنطقة جنوب شرق أسيا وتأسست سنة 1977 طبعاً هدف هذه الرابطة هو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة والمقصود هنا بالتنمية الشاملة يعني التنمية التي تشمل مختلف الميادين سواء الاجتماعية الاقتصادية الثقافية التقنية والعلمية والإدارية إذن هذا الهدف الاقتصادي ولكن هناك أيضاً هدف آخر سياسي وهو ضمان السلم والاستقرار في المنطقة من خلال استحضار القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان لأن الدول الرابطة تتعهد على أن لا تتدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول الأعضاء وأن تحترم القانون الدولي إذن هذه الرابطة طبعاً تشكلت في ظرفية تاريخية أهمة جداً من تاريخ العالم في القرن العشرين وهي ظرفية الحرب الباردة ثم أيضاً هذه الدول القاسم مشارك بينها أنها في معظمها يعني دول مرت بالمرحلة الاستعمارية وتعاني من تخلف إذن فتأسيس الرابطة جاء أولاً في إطار سياسة عدم الحياز هذا من جهة وعدم الحياز إلى أحد المعسكرين الشرقي أو الغربي في إطار الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة وكذلك جواباً على التخلف الاقتصادي والتنمووي الذي عرفته المنطقة إذن فالهدف هو يعني الخروج من مرحلة التخلف وتحقيق الازدهار والنماء الاقتصادي إذن ما هي نتائج أو حصيلة أسيان أو مظاهر النمو الاقتصادي لدول رابطة إذن تكتل دول رابطة جعل منها يعني خامس أقوى اقتصاد في العالم وثالث قوى اقتصادية في القارة الأسيوية وبعد كل من الصين واليابان النتيجة الثانية والمظاهر الثاني هو نمو المبادلة التجارية البينية يعني بين دول الرابطة وتحقيق معدلة نمو مرتفعة تصل في المعدل إلى 6% أيضاً من بين مظاهر نمو هو اعتبار دول الرابطة من أكبر المنتيج للمواد الخام أيضاً للمواد المصنعة فعلى سبيل المثال نجد أن ماليزيا أصبحت رائدة في صناعة الإلكترونية وطايلاند في صناعة السيارات وكذلك فيتنام في صناعة النسيج إذن ما هي عوامل هذه النمو طبعاً هناك محددات كثيرة وعناصر كثيرة منها العنصر الطبيعي أو البيئة الجغرافية المرتبطة أساساً بالموقع الجغرافي الاستراتيجي لأن دول الرابطة هي تقع بين المحيطين هادي والهيندي وبالتالي هي تعتبر ممراً استراتيجياً للتجارة الدولية ثم هناك عنصر الجوار الجغرافي للحدود المشاركة بين الدول كذلك هذه المنطقة تزخر بموارد معدنية وطاقية ومواد أولية هائلة ثم العنصر البشري طبعاً مفتاح تنمية هو دائماً الإنسان ودول الرابطة معروفة بكثرة سكانها يعني رسيد بشري يزيد عن نصف مليار نسمة وبالتالي فهم يشكلون أولاً سوقاً إنتاجية والسهلكية هائلة إذن هناك قوة إنتاجية وقوة سهلكية ثم يد عاملة صحيح متفاوتة التأهيل ولكن تبقى يعني ذات قدرة تنافسية عالية ثم هناك الجوانب التنظيمية بالنسبة للدول الرابطة طبعاً كتأخذ يعني اليابان كنموذج للنمو الاقتصادي المعتمد على ما يسمى النموذج الاقتصادي غير متوازن بمعنى الاعتماد على التصنيع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي ثم بعد ذلك التركيز على تكامل الاقتصادي بحكم أن كل دولة يعني تتخصص في اقتصادياً في إنتاج مادة معينة ثم القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية يعني هناك مراحل مرت منها الرابطة إذن مرحلة تصنيع ثم التكامل الاقتصادي ثم الانفتاح على الخارج خاصة الاستثمارات الآتية من العالم الرأسمالي ثم أيضاً اتجاه الدول الرابطة إلى تكوين يعني شركات واتفاقيات مع دول المنطقة المجاورة يعني الدول الأسيوية الرائدة اقتصادياً كاليابان والصين وكوريا الجنوبية الآن نأتي إلى حصيلة النمو الاقتصادي لأسيان طبعاً هناك دائماً في الحصيلة نركز على الجانب الإيجابي والسلبي بالنسبة لإيجابيات النمو الاقتصادي لأسيان أولاً نعكاس النمو الاقتصادي على معيشة السكان وبالتالي ارتفاع الدخل كذلك تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يعني الاستثمار في البنيات التحتية بهدف يعني إجادة بالاستثمارات الأجنبية ثم أيضاً تعزيز التجارة بين الدول وتضفق الاستثمارات تحتحقيق التكامل الاقتصادي وخلق فرص الشغل إذن هذه كلها نقاط إيجابية ولكن هذا لا يثنينا على أيضاً إبراز السلبيات أو النقاط الضعف في الرابطة وهي الفوارق أولاً السوسيو اقتصادية بين دول الرابطة لأن دول الرابطة غير منسجمة اقتصادياً فمثلاً أندونيسيا هي تعتبر أقوى اقتصاد داخل الرابطة لا يمكن مقارنتها مثلاً بدول دات اقتصاديات ضعيفة كميانمار، كامبوج، لاووس وبروني التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية ولكن هناك بالمقابل دول لها اقتصاد متطور كطايلاند وسنغافورة والفلبين وفيتنام المشكل الثاني هو الفوارق التنموية يعني على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الفقيرة كحالة كامبوديا التي يبلغ مؤشير التنمية البشرية فيها 0.58 وهو مؤشير ضعيف ويفقى برنامج الأمم المتحدة التنمية وبالنسبة لها نغافورة فهي دولة غنية يعني هي التاسعة عالميا في مؤشير التنمية البشرية بـ 0.93 المشكل الثالث هو التلوث البيئي بحكم تركز السكان في المدن وأيضا كثافة الأنشطة الصناعية التي تؤدي إلى التلوث الجوي ثم أيضا استنفاذ الموارد الطبيعية خاصة على مستوى اجتيتات الغابات ثم الخطر الأخير هو الأخطار الطبيعية المرتبطة بعدم قدرة بعض الدول على التعامل مع الكوارث الطبيعية كالفيضانات والأعاصر والزلازل وما تحدثه من خسائر كبيرة بشريا وماديا إذن كخاتمة يمكن أن نقول أن السيانية تشكل نموذجا جيدا ونموذجا للتكتلات الناجحة في دول الجنوب ويتوقع المدى المتوسط أن تصبح إحدى أكبر القوى الاقتصادية في العالم إن تغلبت طبعا على المشاكل والتحديات التي تجابها إذن ختاما أشكركم على حسن تتبعكم وانتبايكم أتمنى لكم توفيق في الامتحان الوطن الموحد وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته